حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن اسماعيل ابن رجاء عن أوسي بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فأقدموهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ولا تأمن رجلا في سلطانه ولا تجلس على تكريمته في بيته حتى يأذن لك حتى إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا الدستوائي ويزيد أخبرنا الدستوائي حدثنا حماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن عقبة بن عمر وأبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتير من أول الليل وأوسطه وآخره حثن يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر حدثني أبي عن حكيم بن أفلحة عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلم على المسلم أربع خلال أن يجيبه إذا دعاه ويشميته إذا عطس وإذا مرض أن يعوده وإذا مات أن يشهده حثن يحيى عن إسماعيل حدثنا قيس عن أبي مسعود قال أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال الإيمان هاهنا الإيمان هاهنا وإن القصوة وغلاظ القلوب في الفدادين عند أصول أغناب الأبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضرة حثن يحيى بن سعيد حدثنا إسماعيل حدثني قيس بن أبي حازمين عن أبي مسعود عقبة بن عمر قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أتأخر عن صلاة الغدات من أجل فلاء مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشد غضبا في موعظة منه يومئذ فقال يا أيها الناس وإن منكم لمنفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة حثن يحيى عن سفيان حدثنا منصور عن ربعي عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فإصنع ما شئت زياد القطاعي قال ابن مالك حدثنا الفضل بن الحباب حدثنا القعنبي حدثنا شعبة حدثنا منصور عن ربعي عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فإصنع ما شئت حدثنا أبو أسامة حدثنا زائدة عن الأعمش عن شقيق عن عقبة بن عمر أبي مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة فينطلق أحدنا فيحامل فيجيء بالمد وإن لبعضهم اليوم مئة ألف قال شقيق فرأيت أنه يعرض بنفسه حثنا وكيع حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة حثنا وكيع حدثنا سفيان عن سلمة عن عياض بن عياض عن أبي مسعود قال خطبان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة فحمضا لها وأثنى عليه ثم قال إن فيكم منافقين فمن سميتوا فليقم ثم قالكم يا فلانكم يا فلانكم يا فلان حتى سم ستة وثلاثين رجلا ثم قال إن فيكم أوي منكم فاتقوا ألها قال فمر عمر على رجل ممن سم مقنع قض كان يعرفه قال ملك قال فحدثه بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعدا لك سائر اليوم حدثنا أبو نعيمين حدثنا سفيان عن سلمة عن رجل عن أبيه قال سفيان أراه عياض بن عياض عن أبيه عن أبي مسعود قال خطبان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم للطيمي عن أبيه عن أبي مسعود أنه كان يضرب غلاما له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله لله أقدر عليك منك عليه قال يا نبي الله فإني أعثقه لوجه الله عز وجل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي عمر الشيباني عن أبي مسعود أنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال ما عندي ما أعطيك ولكن أتي فلانا فأتى الرجل فأعطاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو عامله فقال رأت على عبد الرحمن مالك وحدثنا إسحاق أخبرني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري في حديث عبد الرحمن وعبد الله بن زيد هو الذي كان أري النداء بالصلاة أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال أتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك فقال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ثمنينا أنه لم يسأله ثم قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم ققرأت على عبد الرحمن مالك أبن أنس عن أبن شيها بن الزهري أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل عليه السلام نازل فصل فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صل فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت فقال عمر لعروة بن الزبير ألم ما تحدث به يا عروة أو أن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة فقال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه حثنى عبد الرحمن عن سفيانا عن الأعمشي عن إبراهيم للطيمي عن أبيه عن أبي مسعود قال بين أنا أضرب مملوكا لي إذا رجل ينادي من خلف أعلم يا أبا مسعود أعلم يا أبا مسعود فاتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله لله أقدر عليك منك على هذا قال فحلفت لا أضرب مملوكا لي أبدا حتى معاوية بن هشامين حدثنا سفيان عن حبيبي بن أبي ثابت عن القاسم بن الحريث عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش إن هذا الأمر ليزال فيكم وأنتم ولاته حتى تحدثوا أعمالا فإذا فعتم ذلك صلى الله عليكم شرار خلقه فاتحوكم كما يلتح القضيب حدثنا أبو نعيمين عن عبد الله بن عطبة قال فاتحوكم وكذلك قال أبو أحمد وقال فاتحوكم قال أبو نعيمين كما يلتح القضيب حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي عمر الشيباني عن أبي مسعود أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين أو لا تأتين بسبعمائة ناقة مخطومة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا عمر الشيباني فذكره ولم يشك قال لتأتين حسنا يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب حدثنا سالم البراد قال دخلنا على أبي مسعود الأنصاري فسألناه عن الصلاة فقال ألا أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي قال فقام فكبر ورفع يديه ثم ركع فوضع كفيه على ركبتيه وجاف بين إبطيه قال ثم قام حتى استقر كل شيء منه ثم سجد فوضع كفيه وجاف بين إبطيه قال ثم قام حتى استقر كل شيء منه ثم صلى أربع ركعات هكذا حسنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي عمر الشيباني عن أبي مسعود رفعه وقال شذان مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن وذكر شذان أيضا حديث الدائي على الخير كفاعله حسنا أبو نعيمين حدثنا سفيان عن حبيبي بن أبي ثابت عن القاسم بن الحريث عن عبد الله بن عطبة عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش إن هذا الأمر ليزال فيكم وأنتم ولاته ما لم تحدثوا فإذا فعتم ذلك صلى الله عليكم شرار خلقه واتحوكم كما يلتح القضيب